موسيقى غارة اسرائيلية تستهدف جماعة جيش الاسلام وتخلف ضحيتين في غزة ستوك هولم تصدر مذكرة توقيفا بحق مؤسس موقع ويكيليكس بتهمة الاقتصاب بعد سبع سنوات الصين تسجل اول اصابة بمرض انفلونزا الطيور في اقليم هونغ كونغ نشرة الاخبار من اكاديمية فوكس للتدريب اهلا بكم ارتفع عدد ضحايا الغارة الاسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة يوم امس الى شخصين بينما وصل عدد الجرحى الى ثلاثة وذكرت مصادر امنية فلسطينية ان الشقيقين محمد واسلام ياسين لقياحة فيهما عندما استهدف صاروخ اسرائيلي السيارة التي كان يستقلانها وسط القطاع من جانبه اكد الجيش الاسرائيلي نبأشا للغارة مشيرا الى انه استهدف مسؤولا في جماعة جيش الاسلام كان يخطط لقطف اسرائيليين في سيناء اجتمع الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس الوزراء البحريني مع وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون واستعرض الجانبان عددا من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك منها التأكيد على ضرورة المحافظة على امن واستقرار منطقة الخليج وانجاح جهود السلام وصولا الى الحل العادل والشامل في منطقة الشرق الاوسط وعلى الصعيد الاقتصادي اعرب نائب رئيس الوزراء عن ارتياحه لنتائج اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين في عام 2006 والتي زادت من حجم التجارة بينهما بنسبة 25% برأت محكمة مدنية امريكية ساحة التنزاني احمد خلفان غيلاني اول معتقلا في سجن جوانتانامو يمثل امام محكمة مدنية في الولايات المتحدة برأته من 285 تهمة من تهم الارهاب الموجهة له حول الدور الذي لعبه في تفجير السفارتين الامريكيتين في نيروبي ودار السلام عام 1998 وادانت المحكمة غيلاني البالغ من العمر 36 عاما بجريمة واحدة فقط هي جريمة التخطيط لتدمير او الحاق الضرر بالممتلكات الامريكية باستخدام متفجرات بينما برأته من التهم الاخرى التي تشمل القتل والتخطيط لارتكاب جرائم القتل ويواجه غيلاني الان حكما بالسجن لعشرين عاما على الاقل طلبت ممثلة ادعاء سويدية باحتجاز جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس على الانترنت على خلفية مزاعم تتعلق بالاغتصاب وكان مكتب ممثلة الادعاء قد بدأ في سبتمبر أيلول الماضي التحقيق في مزاعم الاغتصاب ضد أسانج من جهته وصف أسانج هذه المزاعم بأنها لا أساس لها من الصحة وانتقد ما وصفه بالسرك القانوني في السويد علما أنه كان يسعى للاستفادة من قوانين حماية الصحفين الصارمة التي تطبقها نشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصلا قصير الشرطة الإيطالية تلقي القبض على أنتونيو لوفيني بعد 14 عاما من فراره أهلا بكم من جديد تمكنت الشرطة الإيطالية من القاء القبض على زعيم كبير للمافيا بعد أن ظل هاربا لمدة 14 عاما واعتقلت الشرطة المتهم أنتونيو لوفيني الذي يعد من زعماء عصابات كامورا المشابهة للمافيا السقلية في نابولي لوفيني الذي يرد اسمه في قائمة تضم 30 من زعماء العصابات المطلوبين في إيطاليا يعتبر زعيم عائلة كاسالسي وكان مطلوبا منذ عام 1996 عندما أصدرت شرطة مذكرة دولية باعتقاله سجلت أول إصابة بمرض إنفلوانزا الطيور في إقليم هونغ كونغ صيني منذ عام 2003 وذلك بعد تشخيص المرض عند سيدة من الأقليم تبلغ من العمر 59 عاما وأفاد مسؤولون صحيون بأن حالة السيدة تدهورت بعد وقتا قليلا من عودتها من زيارة للريف الصيني وأعلنت السلطات الصحية في هونغ كونغ عن رفع درجة التأهب إلى الدرجة الخطيرة مما يعني أن هناك احتمالا بتفشي المرض في الختام تذكيرا بأهم العناوين غارة إسرائيلية تستهدف جماعة جيش الإسلام وتخلف ضحيتين في غزة ستوك هولم تصدر مذكرة توقيفا بحق مؤسس موقع ويكيليكس بتهمة الاقتصاب بعد سبع سنوات الصين تسجل أول إصابة بمرض إنفلوانزا الطيور في إقليم هونغ كونغ بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا للمزيدا من الأخبار يرجى زيارة موقعنا www.focusacademy.tv شكرا للمتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر شكرا للمتابعة وإلى اللقاء